البداية إذن ستكون بقطاع التعليم العالي حيث تنطلقه اليوم عبر مختلف جامعات الوطن التسجيلات والجامعية الأولية والتي تدوم حتى تاريخ الواحد والعشرين من الشهر الجاري وقد نظمت قبل ذلك فعاليات الأبواب المفتوحة في مختلف الجامعات الوطنية وهذا في التخصصات الجامعية المتوفرة تحصبا لهذه التسجيلات الأولية وأيضا هذه التخصصات الجامعية المتوفرة لطلب المتفوقين في شهادة البكالوريا كما وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام حملي شهادة البكالوريا الجدد سبعة وسبعين فرح تكوين في ثلاثة عشر تخصصا جديدا يتم اختياره من ضمن الرغبات وكان قد أعلن وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار خلال لقائه جمعه مع مختلفة تنظيمات الطلابية أنه تم تسجيل كافة الإمكانيات لإنجاح عملية التسجيلات الجامعية مع احتماد التسهيلات الإدارية لطلبة الجدد وللإشارة الجديد هذه هي سنة تقليص عدد الرغبات ضمن بطاقة التسجيل من عشر إلى ست رغبات ترجمة نانسي قنقر